احنا وفد فلسطيني باسم منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة اللي بعيشها شعبنا واللي بواجه هذا العدوان الاسرائيلي الوحادي الجانب الذي يستهدف مشروع الدولي ومشروع الاستقلال ومشروع انهاء الاحتلال في منطقتنا في ارضنا وما يحصل في غزة هو اخر صيحة في عالم الاجرام والارهاب الرسمي واللي هو عار في جبين الانسانية ونحن الفلسطينيين كنا وما زلنا نؤمن ونرى في هاي الدولة الجزائر بعظمة وعملقة شعبها وقيادتها وعلى رأس فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رمز وحدة هاي البلد وكبرياء هاي البلد وهذا الشعب احنا جينا وافد من منظمة التحرير الفلسطيني اللي كانت ويجب ان تبقى الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين جينا حاملين رسالة لشعب الجزائر لرئيس الجزائر وبنقولهم احنا املنا وثقتنا فيكم كما كنتم دوما شاهدا وشريكا في كل المحطات التاريخية في مسيرة الندال الوطني الفلسطيني وفي كل المنعطفات الحادة والخطيرة اللي احنا واجهناها في مسيرتنا كانت الجزائر هي الحاضنة وكانت الجزائر هي مصدر لتوفير كل اسباب القدرة لنا على حماية مشروعنا اللي هو كان ومازال وسيبقى مشروع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادي والقدس عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية احنا املنا وثقتنا ان تقوم هذه الدولة وهذا الشعب وهذا الرئيس العظيم في هذه المرحلة بمساعدتنا في اتجاهين الاتجاه الاول انهاء هذا الانقسام وانا بقول من هون من الجزائر وانا فتحاوي وبعتز وبعتد ان الشيفر الجينية لجبهة تحرير للجزائر احنا الفتحاويين امتداد الها وهي البذر الوطنية اللي احنا غرسناها وشهدائنا وعظمائنا وعلى رأسهم ياسر عرفات في فلسطين كانت وما زالت وستبقى هي اداة القياس وهي بوابة الشرعية الوطنية عند كل الفلسطينيين احنا بنقول لا اخواننا في حماس احنا امام منعطف وامام تحدي كبير اما ان نجسد السيادي والاستقلال بعد كل هاي التضحيات وبعد كل هاي العذابات وبعد كل هاي الجرائم من هذا الاحتلال انا الاوان ان نلتقي على كلمة سواء ومن هون انا بدعوهم باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأس الاخ ابو مازل واللجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنقولهم تعالوا وابنه مقاربي سياسية لها علاقة بمشروع الدولي وابنه مقاربي نظالية لها علاقة بخيار استراتيجي قادر على حصد هاي الانجازات اللي فيها تحول في موقف العالم مننا ومن قضيتنا واللي اصبح يؤمن بان الدولة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية هي ضرورة ومصلحة لتحقيق الاستقرار الاقليمي والسلم العالمي اليوم احنا بنقول لا اخواننا في حماس وفي حركة الجهاد الاسلامي الكورة في سحتكم تعالوا بقرار وبارادة وطنية فلسطينية كأن توافق تحت علم الجزائر اللي هو علم فلسطين وتحت راية الجزائر اللي هي كمان راية فلسطين واللي لا مصلحة لها ولا تخضع لابتزاز احد لا في منطقة الشرق الاوسط ولا خارج منطقة الشرق الاوسط تعالوا خلينا ننهي الانقسام ونبني خارطة طريق الها علاقة بتهيئة الظروف لاجراء انتخابات وطنية حرة واحنا بنقول للجميع بنقول لأهلنا هون في الجزائر هذا الاحتلال وهذا العدوان يجب ان يرحل ووقف العدوان هو المقدم لبناء حكومة وطنية فلسطينية حكومة لكل الفلسطينيين ولكن حكومة ترعى كل الاراضي الفلسطينية كوحدة واحدة في الضفة في غزة وفي القدس حكومة تتحمل مسؤولياتها ولكن بعد انسحاب الاسرائيليين من قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة وربط هذا الجهد بمؤتمر دولي لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومحاصرة هذا الاحتلال ورحيل هذا الاحتلال وهذه الحكومة بيكون فيها مهام واضحة ومرجعيات محددة وأحد هذه المهام أن تهيي الشعب الفلسطيني إلى إجراء انتخابات دموقراطية وحرة لبناء شراكي في كل مكونات النظام السياسي الوطني الفلسطين يجب أن لا نخطئ ويجب أن ندرك بأن الخيار الوطني في هذه المرحلة وخيار احترامنا وتقديرنا لتضحيات شعبنا ولهؤلاء الشهداء خمسين في المئة من الضحايا في غزة أطفال ثلاثين في المئة نساء وشيوخ آن الأوان أن نتجاوز وأن نتطلع إلى الأمام إحنا حملنا هذه الرسالة لفخامة الرئيس والشعب الجزائري وفخامة الرئيس حملنا رسالة واحدة وواضحة أن عام 24 بإذن الله سيكون عام تجسيد الدولة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والجزائر كانت وما زالت وستبقى متحيزة بلا شروط وبلا قبول بأي تدخلات خارجية مع فلسطين ومع قرار فلسطين ومع إرادة الشعب الفلسطيني وقرارنا وإرادتنا يجب أن تبقى حرة ونابع من واقعنا ومنسجمة مع طموحاتنا وتطلعاتنا ومواجهة هذا الاحتلال ومواجهة من له مصلحة في استمرار هذا الاحتلال في تخليد الانقسام أعتقد هذا لهو جزء من سياسة هاي الدولي ولا كمان هذا يخدم مصلحتنا الوطنية أنا باسم أخي الدكتور أحمد مجدلاني اللي هو عضو رجل تنفيذي في منظم التحرير والدكتور سمير رفاعي اللي هو كان يفترض أن يكون معنا ولكن لأسباب صحية غدر وسعادة سفيرنا اللي هو كمان قامي وهو نموذج لمعاناة الفلسطينيين هذا السفير من غزة دفن مئة واحد من أقرب وهذا نموذج لكل الحال الفلسطيني وشكرا لكم وشكرا لشعبكم وشكرا لهذا الرئيس العظيم وإن شاء الله فعلا بيكون عام 24 هو عام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وطبعا نحن بنين أمال إنه دخول الجزائر في مجلس الأمن في بداية هذا العام هاي الجزائر اللي كما قلت كانت شاهد وشريك في الأربع وسبعين الرئيس هوار أبو مديان وأبو تفليقة أخذونا على الأمم المتحدة وفي الثمانينات وحدونا هون وفي الثمانية وثمانين أخذنا قرارنا الاستراتيجي بإعلان الاستقلال من قصر السنوبر هون وإن شاء الله كمان بنعلن وحدة شعبنا ووحدة قيادتنا ووحدة نظامنا السياسية ووحدة الجغرافية الفلسطينية قريبا بجهد الجزائر وقيادة الجزائر وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة